اكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ان مملكة البحرين تعد نموذجا رائدا على صعيد تحقيق الامن بمفهومه الشامل وهو ما جاء انعكاسا للنهج والرؤية التنموية الشاملة لجلالة ملك البلاد المعظم معالي نوها بما يليه سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام كبير تجاه ترسيخ قيم الشراك المجتمعية لدى مختلف فئة المجتمع عبر البرامج والمبادرات الحكومية التي تطلع بها مؤسسات الدولة تعزيزا للانتماء الوطني وترسيخا لقيم المواطنة الحقة واشهد معالي بما جاء في اللقاء المجتمعي الذي عقده مع الوزير الداخلية مع اصحاب وممثلية المجالس في البحرين لافتا الى ما شكله هذا اللقاء من فتح لأفاق التعاون والتفاعل الايجابي ايمانا باهمية الشراكة المجتمعية لادامة الامن والاستقرار منوها بالوعي المجتمعي الذي يتميز به شعب البحرين عبر تاريخه وتحمله للمسئولية الوطنية في المحافظة على امن الوطن واستقراره ورخائه